تقول أيضا نذرت صيام شهر لله تعالى ولكن لم تحدد أي شهر فهل يجزئ أن تصوم 30 يوما متفرقة أم لا من نذر صوم شهر وأطلق قد ذكر الفقهاء أنه يخير بين أنظر مما أن يصوم شهرا بالهلال حينئذ يلزمه التتابع نعم ويجزيه ولو كان هذا الشهر 29 يوما لأن هذا مسمى الشهر ويجوز له أن يصوم بالعدد غير متقيد بالشهر الهلالي وحينئذ يلزمه أن يصوم 30 يوما لأنه إذا صام بالعدد فلابد أن يكمل 30 يوما ويجوز له أن يفرق هذه الأيام إذا صام بالعدد يجوز أن يصومها متفرقة نعم يعني هو مخير بين هذه وتلك أن يصوم شهرا هلاليا وحينئذ يتقيد بالشهر نعم ويجوز له أن يصوم بالعدد وحينئذ يلزمه أن يصوم 30 يوما وواء كانت متفرقة أو متتابعة لو صام شهراً هلالياً ينتهي بثلاثين يوم بدون زيادة وقد ينتهي بتسعة وعشرين يوم أو بتسعة وعشرين أقصد أنه لا يزيد عن الثلاثين أن الأشهر الميلادية قد تصل إلى واحد وثلاثين لا لا الشرع لا يتقيد بالميلادي نعم إنما يتقيد بالشهر الهلالي سواء ذات الشهر أو بعدده نعم يعني ثلاثين أو تسعة وعشرين نعم